القبر وصية إخفاء وإعفاء هارون والضباء الثاني والستون نشر ملثماً وقاد جنازته بنفسه قال الدكتور الشيبي قتل علي عليه السلام فقيل في موته إنه نشر عليه السلام من جديد وظهر ملثماً على جمل وقاد جنازته بنفسه إلى مدفنها في كتاب الفكر الشيحي قال الدكتور الشيبي ذكروا إن الإمام علي عليه السلام قاد بعيراً حمل جثته وبرك به في المكان الذي دفن فيه أكاذيب القبورية وخرافاتهم مستمرة ومتجددة وغير منتهية الثالث والستون مع نوح وإبراهيم وأنبياء وأوصياء في الكوفة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام الكوفة روضة من رياض الجنة فيها قبر نوح وإبراهيم عليه السلام وقبر ثلاثمائة نبي وسبعين نبي وستمائة وصي وقبر سيد الأوصياء أمير المؤمنين عليه السلام مهندس الصرخي الحسني أنا مهندس الصراعق أنا مهندس الصور ب لا أنا مهندس الفيca توففففففففففففTER